بعدما تخرج الدكتور رأفة من كلية الطب تم تعيينه بإحدى مستشفيات العاصمة لمدة ثلاثة أعوام تزوج خلال هذه الفترة من ابنة عمه وبعد الأعوام الثلاثة انتقل طبيبا لوحدة مجمعة بإحدى القرى البعيدة جدا عن العاصمة فحزن كثيرا لانتقاله وحزن أكثر عندما رفضت زوجته الذهاب معه إلى الريف وعندما سأل أحد أصدقائه عن سبب ما يحدث له ابتسم وقال له لأنك مقصر جدا في صلاتك وعبادتك لم يهتم رأفة بكلام صديقه وسافر إلى مجمع القرية بمفرده وفي الشهر الأول من قدومه قابله الفلاحون بالصدود وكانوا يتركونه ويذهبون إلى أطباء أقرب مدينة لقريتهم وظل في حيرة حتى عرف السبب فقد كان الطبيب الذي قبله يفرض عليهم أن يأتوا إلى عيادته ليتقاض منهم أتعابه أضعافا مضاعفة فكره المرضى من الفلاحين المجمع والأطباء قاوم الدكتور رأفة هذا الجفاء بحسن معاملته وبصيرته حتى أعاد ثقة الفلاحين إلى المجمع وتدفق عليه المرضى كالسيل من كل القرى المجاورة فرح رأفة بثقة ناس به وأرسل لزوجته يخبرها بما حدث وطلب منها أن تأتي وتشاركه نجاحا ولكنها رفضت واعتذرت له جاءه شاب من قرية مجاورة وأخبره أن جاره في حالة خطرة فأسرع وذهب معه وعند دخوله القرية لم يجد بها أي معلم من معالم الحضارة وأرضها تنخفض وترتفع لمسافات طويلة وعند وصوله لبيت المريض فوجئ عند باب البيت بحجر كبير مربوط به حبل طويل ووجد داخل البيت الذي يتكون من غرفة ودورة مياه رجلا كبير السن كفيف البصر وبعد أن كشف عليه ابتسم وسأله عن سر الحبل الموجود أمام البيت فقال له الشيخ يا ولدي هذا الحبل من أجل الصلوات الخمس في المسجد وبدايته أمام باب داري ونهايته عند باب المسجد إنني أمسك به بعدما أخرج من بيتي قبل الأذان حتى أصل إلى المسجد ثم بعد الصلاة وخروج الناس أخرج وأمسك بالحبل مرة أخرى حتى أعود إلى بيتي فأنا ليس لي قائد يقودني وكما تعلم يا بني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصلاة عماد الدين وأنه قال في حديثه ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله بكى رأفة بكاء شديدة واستغفر الله ونهض وتوضأ وصلى صلاة العشاء وأخذ يدعو الله أن يسامحه وعهده على المداومة على الصلاة بأوقاتها والاهتمام بكل العبادات والإخلاص في المعاملات وبعدما عاد الدكتور رأفة إلى المجمع اتصلت به زوجته وقالت له وهي تبتسم لقد اقتنعت بكلامك وسأصل إليك ظهر الغد وأقيم معك فانتظرني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن وأن أصحاب جن وأصحابي وأنزلنا مجموعة جنة والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم شاب فقير يعمل براتب مصيد تعرض لأزمة مالية كبيرة عندما تم وقفه عن العمل بسبب تغيبه نصف شهر لاعتنائه بأمه المريضة التي ليس لها إلا هو وقد ذهب إلى أكثر من جهة ليساعده في علاجها ولكن لم يحصل إلا على وعود كاذبة ومن بين من سألهم رجل أعمال شهير في مدينتهم توقع منه خيرا إلا أن رجل الأعمال خذره ولم يهتم بكلامه وظنه يتسول على حساب مرض أمه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير قرر الشاب بعد أن ضاقت به الدنيا أن ينتقم من رجل الأعمال وقد أنساه الشيطان في لحظة ضعف التزامه وحسن خلقه وصلاته وصيامه وقيامه ودخل في إحدى الليالي إلى بيت رجل الأعمال متسللا لسرقته وبعد دخوله فوجئ بكل أفراد العائلة التي كان ينوي سرقتها في حالة إغماء نتيجة اختناقهم بالغاز فتذكر خالقه الذي أمره بالمعروف ونهاه عن كل منكر مهما كانت الأسباب ثم تذكر أيضا أمه المريضة التي يرجو لها الشفاء وعلى الفور أسرع بفتح جميع النوافذ للتهوية ثم قام بإسعاف أفراد العائلة واستنجد ببعض الجيران ليخرج الجميع من المنزل وينقلهم للمستشفى بسرعة وقد اعترف الشاب بأنه دخل بيت رجل الأعمال لسرقته لعجزه عن جمع مبلغ كبير لإجراء عملية لأمه المريضة والتي هي في حالة خطيرة وأنه قد دخل هذا البيت منذ أسبوع يتوسل لصاحبه بالوقوف بجانبه ومساعدته في علاج أمه ولكن صاحب البيت الثري لم يستجب لتوسلاته وطرده بطريقة مغزية كما اعترف أن ما قام به خطأ كبير ولا يرضى عنه وقد ندم عليه أشد الندم خاصة أنه وأمه دائمان على الصلاة والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل ولم يدخل طعام حرام في بيتهما أبدا وبعد أن تم الشفاء لرجل الأعمال وأسرته اعتذر للشاب وشكره على تصرفه النبيل وقام بدفع مبلغ كبير لعلاج والدته كما قام بتعيينه في إحدى شركاته وقال للشاب لقد علمتني درسا كبيرا أشكرك عليه كثيرا لقد كنت معزولا عن الناس ولا أهتم إلا بنفسي وأسرتي وكنت أظن أن كل من يطلب مني طلب هو كاذب ويريد استغلالي ولم أفكر لحظة بصدق كل سائل وهذا التجاهل جعلك تحقد علي وتفكر في الانتقام مني وأعتقد أن كثيرا غيرك فكر في هذا واليوم فقط تذكرت حديث رسولنا الكريم الذي إن عملنا به وقانا كل شر وذلك حين قال إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وأنني لو تصدقت كما أمرني الله ورسوله لأطفأت حقدك وحقد كل من له مسألة عندي ويرى أنني قادر على تحقيقها له مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر